تعتبر عيادة المريض من المستحبات المؤكدة وفيها ثواب جزيل فعن الإمام الصادق عليه السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض في الرحمة خوضا فإذا جلس غمرته الرحمة فإذا انصرف وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويسترحمون عليه ويقولون طبط وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غد ولعيادة المريض آداب يفضل مراعاتها وهي أولا الجلوس عند المريض من غير إطالة لما يشعر به من الضيق والألم فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن من أعظم العباد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يريد ذلك ويحبه ويسأله ذلك ثانيا وضع العائد يده على المريض وفي ذلك إشعار له بالرأفة والاهتمام فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من تمام عيادة المريض إذا دخلت عليه أن تضع يدك على رأسه وتقول كيف أصبحت وكيف أمسيت ثالثا إحضار هدية للمريض فإنه يأنس بما يهدى إليه رابعا الدعاء له بقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم صل على محمد وآل محمد واشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك واجعل شكايته كفارة لما مضى من ذنوبه خامسا التماس الدعاء من المريض لأن قلبه يكون قريبا من الله تعالى ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة